أهلا بكم وتابعينا مع فيديو جديد ومنخص أجدد وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نشوف بتبدأ قصتنا مع السيد خالد وبيزعق لبنته وردة ويقولون خطوبتها خلاص تحددت الأسبوع الجاي لكن وردة بترفض عشان بتحب إبنة عمها مسلم ومش عايزة تتجاوز غيره السيد خالد بيقولون فعلته مفيش حاجة اسمها جواز قريب وسواء رفضت أو قبلت زوجها تحدد خلاص وهيتام وردة ما شفتش حتى زوجها المستقبلي بما إنما تحبش غير مسلم قررت تهرب معاه ورحبت تستنى في المطار لكنها لما تصلت بي عشان تشوفه فين قال لها أنه مش هيقدر ييجي وطلب منها تروح بيتها لكنها خافت وما كانتش عارفة تتصرف إزاي أهلها أخيرا عرفوا بهربة وكانت سايبه لهم رسالة أما هي فكانت من الصدمة بتغيط في المطار لكن أثناء ده لاحظنا طيار ويديها منديل عشان تمسح دموحها بتمر سنتين وبنعرف أن طيار ده اسمه إيجاز وعنده حبيبة اسمها إينارة بتشتغل مع مضيفة وردة طول السنتين ما كانتش بتزور عيلتها لكن دايما بتتصل بوالدتها عشان تطمن عليها السيد خالد والد وردة ما كانش طي يسمع اسم بنته وكل ما حد يسكر اسمها في بيته كان يزاعة إيجاز كان رايح يركب الأسانسير وساعتها وردة كانت طالعة منه ولما شافها إيجاز ما قدرش يشيل عينه من عليها وحس أنه يعرفها إيجاز روح بيته ووالدته السيدة عفيفة كانت مستنيها وساعتها سألته لو فاضي يوم السبت عشان عايزات مشوار قال لها أنه عنده معاد مع إينارة فقد دايق بما أنها مش بتحبها السيدة عفيفة قالت له هيك رأي له وتقدمت الوردة تاني دي بنت لطيفة مش زي إينارة الخبيثة لكن إيجاز تنرفز عليها وقال لها أنت عايزاني هتقدم لها عشان تهرب تاني ويتهني علتنا قدام الناس زي المرة اللي فاتت وهنا بقى بنكتشف أن إيجاز هو عريس وردة اللي هربت منه بدون حتى ما تشوفه وردة كانت بتشتري حاجة من كافيه وساعتها قابلت مسلم لكنها كانت بتحاول تهرب منه بكل طرق بس ما عرفتش بالرغم من أنه مسلم يتجوز وعنده بيت بس حاول يبرر لها بكل الطرق فقالت علي جابان بحاول يضربها بالألم لكن لحصن الحظ أن إيجاز كان موجود في نفس الكافيه ومنعه مسلم تعصب علي حبتين وزقوها للأرض وإيجاز إيده وتجرحت فوردة طلبت من مسلم يمشي وقال للموضوع هيتبر وعشان إيجاز كان مستعجل ملحقش يتكلم مع وردة وردة قالت لي جنة صاحبتها على اللي حصل فقيت لها أنها تبقى فرصة حلوة وبتعربت على الطيار ده كنا سألتها عن مهنة عريسها السابق فقالت إنه طيار فجنة استغربت وقيت لها مش يمكن الشخص اللي أنقذك هو نفسه عريسك فوردة قالت إنه ما فيش صدف كده أفدا إيجاز قال لي هون صاحبه إن البنت اللي قابلها عندها نفس اسم البنت اللي كان هيتجوزها وكمان هو حاسس نحياتها بحاجة غريبة طيار قاله فيه بنات كتير عندهم نفس الاسم أكيد مش هي نفس الشخص وردة كان عندها رحلة عمل لسيدني لكن جنة حسيت بوجع في معادتها وراحت الحمام وكمان معادة طيارة اتأجلت أخذت راحتها وثابت وردة تستنيها وساعدها قبلت إيجاز وتكلمه سوا وعرفت إنه هو الطيار اللي هيوصلها سيدني وعزمها على قهوة ووقتها اتعرفوا على بعض وعرف إنها مهندسة وكان واضح عليه إنه معجب بيها لكن قطع حدثهم معادة طيارة اللي هيفوتهم طبعا ما ننكرش إن وردة حسيت بمشاعر نحيته لدرجة إنها طول الوقت تتفرج على صوره لحد ما جنة أفشتها والقدر مصر يجمعهم جنة مديرها طلب منها تسلم كيكة لصديق لي في عيد ميلاده لكنها كانت مجغولة جدا ومن البديهي إنها تطلب من وردة وفعلا وردة راح تجابت الكيكة عشان تسلمه لكان المفاجأة إنه كان عيد ميلاد أبو إيجاز بس المصيبة الأكبر إن السيد خالد أبو وردة وأبو إيجاز أصدقاء مقربين فعزمه هو وعلته على الحفلة رفيق أخو وردة أخذ باله منها بس ما تكلمش عشان ما يدايقش أخته لكن الكاد بملوش رجلين والكل أخذ باله قبل ما وردة تهرب وتهرب من البيت مامة وردة كانت فرحانة عشان شافت بنتها أما السيد خالد ما كانش بيبص البنته حتى حاليا الكل عرف مين هي وردة وإيجاز عرف حقيقتها بس الغريب إن مامة إيجاز كانت فرحانة بوجودها أهل وردة روح بعض ما رفض التراوح معهم لأنها لحظت إن والدها مش حابب بوجودها إيجاز طلب إنه يتكلم معاها وقال لها فعلا العالم صغير مين كان متخيل إننا كنا هنتجوز من سنتين فقالت له إنه موضوع قديم وانتهى قال لها هو انتهى بالنسبالك مش بالنسبالي لأنك كنت السبب في إحراج عيلتي قلت له إن عمري ما شفتك كنت متوقع إيه يعني قال لها أنت فكرة إني متايق عشان هربتي وستيني أنا كل اللي يهمني عيلتي اللي تهانو وعيلتك كمان على فكرة فقالت إنها هربت عشان كانت بتحب حد تاني فسألها هو فين دلوقتي فقالت إنه تخلى عنها وتجاوز واحدة تانية وعنده بنت دلوقتي وفي النهاية قالت له إنها غلطونا ولو كانت تعرف إن كل ده هيحصل هم الخاصة وهم اللي اختاروا وابنها بيحب إنارة بس هي قالت له إنها فعلا مش ضيقاها بدأت قطة السيدة عفيفة والصابح اتصلت بوردة عشان تجي لها البوتيك بتاحها عشان عايزها بموضوع وفي البيت عملت نفسها إنها نسيت حاجة مهمة عشان إيجاز يوصلها لها وتقابلوا الاتنين بالرغم من شوية الخناء اللي حصل بينهم موامة إيجاز قالت لها إن بعد يومين إسبوع الموضة والسوق الحظ إن في عارضها اعتذرت وهي شايفة إن وردة مناسبة للفستان اللي هي صممته بالرغم من إنها حاولت ترفض بس برضو ما كانتش عايزة تحريق موامة إيجاز يوم العرض الكل كان بيجهز هو وردة وطبعا عشان هي حلوة جدا في واحد من العرضين اسمه دانيل جاء عشان يتعرف عليها من الطبيعي إن إيجاز يكون موجود لإن هو العرض الرئيسي بتاع والدته وطول الوقت كان بيحاول يضايق وردة ويزود من توطرها لكن العرض كان حلو ومر بسلام مش بسلام قوي بصراحة عشان موامة إيجاز وهي بتقول كلمتها أعلنت قدام الكل إن وردة وإيجاز مخطوبين وبالصدفة إينارة كانت حضرة الحدث فاديقت ومشيت الخبر انتشر على وسائل الإعلام بسرعة البر والسيدة عفيفة طلبت من ابنها يوصل وردة وشبها أكبرته وفي طريقهم محددها وجاعتها عشان ما أكلتش حاجة من الصبح وكان واضح على إيجاز إنه خايف حاليها فقدها المستشفى ودفع تكاليف الأدوية وقبل ما تنزل من عربيته طلب منها هتاكل عشان تتحسن أسرع إيجاز رح يصالح إينارة بس ما قبلتش منه أي كلام وطلبت تنفسع عنه بما إن ما لجأ أسراره ويوهن رح يقوله فنصحه وقال إن في الأول والآخر القرار قراره سواء تجوز وردة أو إينارة وفي النهاية ده قادره ما يعرفش مستخابي إيه وردة رحيت لآلات وضح لهم سوء التفاهم اللي حصل بس الغريب إن أبوها كان موافق باللي حصل وطلب منها وطفحهم شي تاني بس قرار وردة هو نفسه وبرضو مش عايزة تتجاوز إيجاز فوالدها تعصب وطردها وسلم شاف الأخبار واتصل بيها بس أول ما سمعت صوته أفلت السكة في وشه إيجاز رح يقبل وردة والتنين رفضين زواجهم من بعض فاتفقوا إنهم يقنع العيلة بقرارهم إيجاز حسب أمل في رجوع الإنهرة فرح عشان يقول لها إنه مش هيتجاوز وردة لكنه شاف راجل خارج من شقتها وساعتها عرف إنها بنت سيئة ويكرهها وقرر إنه هو اللي يسيبها إيجاز قال لي ممتوا إنه إينارة مش كويسة بس المفادقة إنها كانت عارفة وما كانتش عايزة تقوله عشان فضلت إنه يكتشف بنفسه كان فيه جلسة تصوير العارضين ومامة إيجاز طلبت من وردة إنها تحضر والمفروض إن إيجاز هو الشريك بضحة بس رفض على آخر لحظة والسيدة عفيفة ما لقيتش حل غير إنها تجيب دانيل بس لما إيجاز شافه اتهيق وكان غيره من حرقاته مع وردة وقربه منها دانيل عزم وردة على العشاء وإيجاز أول ما سمع كده زي ما يكون تجنن وكانت لسه تركب مع دانيل العربية شده وزعق وقال لها إنه مش موافق تروح معي بس تغربت وقال له انت مالك وأول ما الكل بدأ يتلام ومامة إيجاز خرجت بدون سابق إنذار إيجاز قال لي مامته إنه عايز يتجاوز وردة إيجاز مداش أي اهتمام الواردة وقال لي مامته أنا هسلمك كل ما هي مزفافي ولا حابة تعملي السنة دي أنا برضو ما عنديش مشكلة ووردة من الصدمة ما نطقتش ومامته سألته انت متأكد من قرارك وبدون تردد قال له آه قلت له يعني انت مش بتعمل كده عشان غيران على وردة لا أكيد غيران بس أول ما شفتها مع دانيل حسيتني مش عايز أشوفها مع راجل تاني وعرفتني حبيتها من أول نظرة حتى لما كنت مع إينار إينار بتحاول تكلم إيجاز وتبرر له خيانتها بس قبل ما تنطق قال له أنه بيحب وردة وهيتجاوزها وسلم كلم وردة وطلب منها تستنى عشان لسه بيحبها فقالت له متجاوز وعنده بنته وطلبت منه يسيبها في حالها إيجاز عمل زي المجنون وكل شوية يسأل مامته وردة وفقت ولا لسه ولما حس إنها تأخرت في رضا طلب يقبلها وما شاف قال له أنه بيحبها من أول ما شافها واكتشفش ده إلا متأخر ولما شافها مع حد تاني غيره كان خايف إنها تحبه فسألت ومقالش كده من الأول ليه قال له أنه كان خايف إنها ترفضه وردة بتأسمت ومن توطرها شربت من العصير بتاعه من غير ما تاخد بالها بالرغم من إنها مددوش رأي بس كانت بتفكر طول الليل وإيجاز صحي على صوت أمه هي بتقوله إن وردة خلاص وفقت عليه وهو كان هيموت من الفرحة إيجاز كلم جدته عشان يقول لها على الخبر بس لما عرفت مين وردة ما قلت له إنها مش موافقة على الجوازة دي ومش هتحتر الزفاب بالرغم من كده الكل جهز للزفاب وبرغم خوف الكل من هروب وردة تاني بس تم الزواج والكل كان فرحهم فأول ليلة من زواجهم اعتذروا من بعض على كل اللي مروا بيه ومعاملتهم الوحشة لبعض وفعلا كانوا صعدة وقدوا شهر العسل في سادني مر خمس شهور على زواجهم وإيجاز طلبين هيروحوا القرية عشان زفاب حد من قريبه بس قال لها كمان إن جدته هتكون هناك وعرفها إنها ما كانتش موافقة على الزواج وردة قالت له انت مقلتليش كده من الأول ليه قال لها لو كنت قلتلك مقديش هيتجاوزيني يعني قالت له أكيد لا بس على الأقل كنت هبقى عامل حسابي واعتذرت منه عشان هي اللي وقعته في المنقر ده وطلبت إنها تشوف صورة جدته فورها لها وقال لها شكلها آسي بس قلبها طيب وردة متوترة في درجة إنها بتحلم بالجده طول الليل وشكل ما كانتش عايزة تروح للمشور بس إيجاز حاول يحسن حالتها أول ما وصله الجده كانت بتعملها وهناك إنها موجودة وكانت بيديها مهام كتير أكتر من الباقي لكن وردة كانت بتشتغل وهي سكتة عشان الجده ترضى عنها وإيجاز مش في إيدو حاجة غير إنه يوسيها وردة عشان ترضي الجده كانت بتعمل الشغل من غير حتى ما تطلب منها الجده برغم كبر سنها بس برضو بتحب تشارك لكنها وقعت ووردة هي اللي أنقذتها وساعتها الجده حسنت إنها بنت كويسة ولما مامة إيجاز سألت الجده عن رأيها فيها قالت عنها مكتادة وطيبة الجده أعبت مع وردة وتكلموا كتير وحبيتها جدا لدرجة إن الزيفاف لما خلص ما كانتش عايزة تسيبها تمشي وردة لما رواحت لأول مرة ولدها بيتصل بيها وكأنها وحشة ويقول لها تيجي إمتى فليد إنها تروح لهم بكرة وعلى ما خلصت المكالمة كانت فرحنة جدا عشان حسنت إن باباها سامحها لكن الحلوة ما بيكملش الصبح وهي في الشغل أخوها رفيق اتصل بيها عشان يقول لها إن أبوها اتصاب نبقى قلبي وردة روحت بسرعة عند أبوها وفعلا كان تعبين جدا وأول ما شفته طلبت منه يسمحها بس هو قال لها إنه سامحها من زمان ومامة وردة قلت لها إنهم دوروا عليها كتير وقلقيوها فعلا لكن باباها محبش يدايقها وكان بيرائبها من بعيد عشان بس يحافظ على سلامتها وردة طلب عيلته لإنه حسب المنت وعيز يقضي آخر وقته وعيلته بعد ما قال لهم إنه بيحبهم مات وردة من الحزن ما كانتش بتاكل فمهيرة مرات مسلم اتطوعت عشان تطلع لها الأكل ومسلم أخد باله وسألها هم مروحين فقلت إنها بس كانت بتساعدها تاكل لكنه زعق لها ولما مهيرة بتشوفه بيتضح إنها عارفاه ويكون اسمه فريز ومما بيعزمها على حاجة تشربها بيقول لها حاجة غريبة جدا وهي بنتنا عملاقي وساعتها منعرف إن البنت دي مش بنت مسلم إجاز كان بيساعد وردة طول الوقت وبيحاول يخرجها من اللي هي فيه وسألته إذا فقط حد بيحبه قبل كده قال لها إن كان عنده أخي دواء وتوفى في حادث وإن مفروض إن إجاز اللي كان يموت ولكن أخوه انقذوا متهو مهيرة أخدت الإذن من المسلم عشان تقرب وقالت له إنها خارجة مع صاحبتها بس كذبت عليه لإنها رحيت تقبل فريز بس حاب للكتب وصير لإن مسلم شافها واتصل بيها وهي قاعدة عشان يديها فرصة تقول الحقيقة لكنها برضو كتبت فصورها ومراوحه واجهها بالحقيقة مسلم قال عنها خاينة بس من بجحتها قالت إنه هو اللي خاينة عشان طول السنتين ما كانش شايف غير وردة وعمره ما حبها بس سألها إن حلهم اتطلقوا كل الأحوال واضح عليها إنها رجعت لوالد البنت الحقيقي وهنا كانت الصدمة لإن مسلم كان عارف إن البنت مش بنته لكن في النهاية طلقها إيجاز حاسس بحزن وردة فأخدها على طيرة خاصة وطلب إنها إن هي اللي تير بيهم بس رفضت ولما سألها عن السبب قالت له إنها مش عايزة تخسره وساعتها قال لها إن كل واحد فينا الموت مكتوب في قدره وغضنا زعان الوقت بس المهم إننا نكون أقوية ومسلم بعد رسالة الوردة إنه عايز يقابلها فقلت لمامتها وقالت لها إن أفضل حل إنها ما تردش عليه بس الأهم إنها تقول لإجاز عشان لو اكتشف بالصدفة هيتدايت مهيرة كانت قادة مع فريس في مطعم وإنارة وصحابها كانوا هناك وبما إن مهيرة كانت مضيفة فهم يعرفوها وعرفوا إنها اطلقت من زوجها وعرفوا كمان إن زوجها هو ابن عم وردة واسبها عشان بيحب بنت عمه إنارة تسكت لأ طبعا تبتسم بشري كده وتفكر في غطة عشان توقع الدنيا في بعضها وعمت وردة كانت بتزور ورد مسلم عشان تشكره لإنه متولي أمور الشركة بعد وفاة أخوه ولما كانت مروحة مسلم وصلها وبالصدفة كانت رايحة الوردة ومن البديهي إنهم يعزموا يدخل إجاز ومسلم ووضح إنهم مش حابين بعض مش بس كده مسلم قال إجاز إنه طلق مهيرة ودلوقتي هيرجح حبه وقال إن وردة هي حبه الأول وأكيد لست ملستهوش إجاز مست أعصابه لإنه مسلم في بيته بس أقل وردة على اللي حصل ودحكت وقالت له إنه مستحيل حد يبعدها عنه إنارة بدأت في خطتها وتصلت بوردة تقول لها إنها تضمر العيلة اللي بنتها وكمان قبلت مهيرة عشان تتفق معاها على خطة ترجع لها بيها مسلم مهيرة تصلت بوردة عشان تقبلها بالرغم إن وردة كانت مترددة بس قبلتها وبدأت مهيرة تحكي قصتها الكاملة مع مسلم وتقول إنها بتحبه بقالها ثلاث سنين لكنه ما كانش شايف غير وردة فقررت تعمل على خطة وجابته بيتها وحضط له حاجة في المشروب فالجيران أخدوا بالهم بما إن العيلة خفت من الفضيحة قرروا يجوزوهم مسلم ساعتها كان رفض يتجوزها بس الضغط عيلته كان أقوى وده كان السبب اللي خلاي يسيب وردة ده غير إن بنتها مش بنته وردة من الصدمة كانت عاجزة عن التعبير وقالت لها إنها كانت السبب في فرقها عن عيلتها الأكتر من سنتين وكمان بسببها هو بعضوع منها وكل الفترة دي كانت فاكرة إن مسلم خانها وردة رحت لبيت أهلها عشان تجيب ذكرياتها مع مسلم وبدأت تفتكر ذكرياتها معاه بس لما إجاز شايف السندوق كان عنده فضول يعرف اللي جواه لإنه لما سأل وردة قلت له إنه مش مهم بالليل إجاز شايف اللي في السندوق وكان متدايق والصبح يسأل وردة لو مخبية عليه حاجة فقالت له لأ فعزمها على العشاء برة عشان يسألها تاني لكنها بردو قالت لأ إجاز قال لها إنه شايف السندوق وعرف اللي جواه فحكيت له وردة عن الحديث اللي دار بينها وبين مهيرة فقال لها معنا كده إنك عايزة ترجعيله فقالت إنها مش بتفكر كده هي بس عرفت إنها ظلمته أما روحه إجاز جاب السندوق وطلب منها تزبط حسن نواياها واتحرقوا وردة بعد ما سمعت كلام إجاز وشافت غيرته عليها بحكت وأخدت منه الصندوق ورميته كله في حمام السباحة ودخلت على قضيتها وهي زعلانة لكن إجاز عمل المستحيلة عشان يصالحها فاكرين دانيل الشاب المودل اللي كان معجب وردة كان فيه صحفي بيعمل معه لقاء وسأله عن حكاياته في الحب تقال له إنه فعلا بيحب بنت بس ما تعرفش بحبه ليها وكمان متجوزة من شخص تاني إنارة لسه بتفكر في خطة جديدة ولما شافت مقابلة دانيل استنتجت من كلامه إنه بيتكلم عن وردة عشان كده ما لقيتش أحسن منه عشان تنفس خطتها معاه وتشائل أقدار إن مامة إجاز تطلب من وردة إنها تعمل جلسة تصوير مع دانيل وساعتها بيستغل الفرصة ويقرب من وردة بطريقة زيادة عن اللزوم وكل ده إجاز بيتفرج لكنه ما قدرش يمسك نفسه وكان هيدرب دانيل وطلب من والدته إنها تلغي جلسة التصوير وردة جمعت جن إجاز ودانيل عشان يحله سوء التفاهم لكن ودانيل في طريقه للجراج عشان يروح بيتفاجئ إن عربيته مكسورة وفيها رسالة تهديد عشان يبعد عن وردة بما إن دانيل مودل فالخبر انتشر في الصحف فأول واحد تشك في وردة كان إجاز وبالرغم من إنه قال لها إنه ما يعرفش حاجة بس ما صدقته وراحت تشتكي الجنة منه بس قلت لها إن إجاز ويجرز زيادة عن اللزوم لكن مستحيل يعمل كده وكمان هي شكة إن مسلم هو اللي عمل كده بس وردة استغربت وقلت إن مسلم ما يعرفش دانيل أصلا دانيل مش عارف يبوز علاقة وردة وإجاز فاتصل بها وقال لها إنه عايز يوضحها عشان يسافر للأبد لكن وردة سألته عن مكانه عشان تتكلم معاه فطلب منها تجيله بيته فرحت له لكنها ما كانتش عايزة تدخل وطلبت منه لهم يتكلموا برة بس دانيل رفض وعرف يقنح أنها تدخل لما وردة دخلت سألته إيه اللي حصل عشان يسافر ويسيب كل حاجة وراه وهل ده بسبب البنت اللي بيحبها الله آه وباختصار البنت دي هي أنتي وأثناء كلامه وردة أغمى عليها بعد ما حطلها حاجة في العصير اللي شربته إجاز كان لسه راجح حالا من السفر ولما تصل بوردة ما ردتش فقلق عليها أما وردة لما صحيت استقربت وسألت دانيل عن اللي بيحصل فقال لها أنه خاطفها لأنه بيحبها وما جنون بيها كمان ومشكلته هي إجاز وعايزها تسيبه ولما بدأ يقرب منها كان إجاز وصل وأنقذها إجاز أخي دانيل على مركز الشرطة ولما روح هو وردة ما تكلمش معها أبدا ما كانش يمديها أي اهتمام دي حتى لما صحيت الصبح ما لقيتهش جنبها وراح يقود عند ممته فسألته لأمتى هيعمل وردة بالطريقة دي قال لها أنه نصحها أكتر من مرة وقال لها أن دانيل شخص سيء وبالرغم من كده رح يطلو بيته مسلم عرف أن وردة كانت مخطوفة فاتصل بها عشان يطمن لكنه وقع بلسانه وقال لها أنه حذره إزاي يعمل كده فوردة قالت له يعني أنت اللي قسرت عربيته ويسدت له الرسالة قال لها آه وساعتها وردة بتكتشف لأنها ظلمت إجاز وردة حسب الزم في نحية زوجها واعتذرت له كتير بقال لها بغض النظر عن غضب نحيتك بس أنت في الآخر زوجتي اللي بحبها ولما روحه صلوا سوا عشان يشكروا ربنا على سلامتها وسألته هو عرف إزاي مكانها قال لها بما أنه بيسافر كتير عين حارس يرائبها ولما شافها دخل عند دانيل اتصل بي وردة في مكالمتها الأخيرة مع مسلم قالت له أنها مش عايزة تشوفه تاني فرح يقبلها عشان يعتذر ويقول لها كلامه والمعتاد بس الغريب أنه كان فيه حد بيرائبهم وصورهم وردة قلت لمسلم أنها بتحب إجاز ومش هتحب حد غيره وساعتها بسلم فقد الأمل وقرار يحرق ذكرياته معها وينساها لنعرف أن إنارة هي اللي صورت الفيديو وعطيته الإجاز فالدايق لكنه ما واجههاش وسألها لو مخبية علي حاجة فقلت له ما فيش ومن ساعتها إجاز مش طيقة ويعملها وحش لكن في ظل الظروف دي وردة بتكتشف أنها حامل بس مش بتقولي إجاز بسبب التوتر اللي بينه وردة هي في المستشفى عشان تتابع حاملها شافت مهيرة فسألتها هي هنا ليه قلت لها أن عندها ورنف المخ ومش هتخفي منه لما تعمل عملية ويوم عمليتها وردة مش بتسيبها لوحدها وتروح لها المستشفى وفريس بيكون جنبها بسلم بعد ما فقد الأمل في وردة وكمان طلق مهيرة قرر يسافر لندن ويسيب كل حاجة أرى وبعد رسالة وردة يقول لها فبتروح له المطار عشان تمنعه وتقوله أن مهيرة تعبانة بس إجاز بيكون راجع من رحلته وبيشوفها إجاز بيفهم غلط ويقول لها أنه مش هيمنعها تروح لمسلم وبيسيبها ويمشي لكن بيحصل له حادث قدام المطار وردة بتجري عليه ومسلم بيشوفه ويساعدها عشان ينقلو على المستشفى كل العيلة بتتجمع لأن إجاز حالته كانت خطر ومسلم بيعرف بالصدفة أن مهيرة في نفس المستشفى بتعمل عملية تشيل بيها الورم وبيكي عشان يشوفها وفريز لما بيشوف وينته وهي بتجري على مسلم بيعرف أنها بنت مسلم مش بنته لأنه هو اللي رباها أما مهيرة عمليتها بتنجح ومسلم بيقرر ما يسيبهاش تاني إجاز حصل له شلال في رجلو والدكتور بيقول لهم أنه مش هيقدر يشتغل مهنته بعد كده وممكن يخف بالعلاج الطبيعي أو العملية بس لو فشلت هيفضل مشلول مدى الحياة إجاز لما بيفوق بيحس بالعاجز ويقول ل والدته أنه كره وردة ومش عايز يشوفها لما بتدخل تطمن عليه بيضردها ويقول لها أنه ما بقاش يسق فيها بعد اللي عملته وردة مش عرفة برر فبتخرج من القوضة وهي بتعايد وبيغم عليها وردة لما بتفوق بتسأل عن الطفل وبيكون كويس لكنها بتطلب من الدكتور أنه يقول للكل أن الطفل مات لما وامة إجاز بتقوله اللي حصل بيقول لها أنه فرحان عشان ما يعرفش إذا كان الطفل ابنه أو لا كلما وردة تحاول تزور إجاز والدته بتمنحها عشان مش عايزة تعصبه حالته تسوق وردة بتفقد الأمل من مصامحة إجاز لها وبتقرر تسافر أما مسلم بيروح له ويحكي له اللي حصل وبيندم على اللي عمله معاها ولما بيحاول يتصل بها مسلم بيقوله أنها سافرت خلاص ومحدش يعرف هي راحت فين بيمر أربع سنين وترجع وردة هي وبنت صغيرة اسمها وفية وأول حد تتصل بي هي جنة أما إجاز بدأ يمشي تاني ورجع لوظفته ويكون مع طول الوقت صديقة اسمها رينا جنة أخدت وردة على بيتهم القديم عشان تسكن فيه بما أنها تجوزت فريز ومن ساعتها وردة بتحاول تتجنب مقابلة أي حد تعرفه حتى عالتها بس إجاز بيتخيلها في كل مكان ولسه ما نسيهاش مهيرة بتجيب طفل من مسلم فوردة بتروح تبريك لهم ولما بيشوفوا وفية بيعرفوا أن بنت إجاز لسه عايشة ويا دوب وردة مشيت من هنا كان إجاز جاي المسلم يبريك له بس عارف يداري عليها وقالش الإجاز أي حاجة بنت وردة عندها رابو فتعبت بالليل ولما وردة أخدتها على المستشفى رينا صديقة إجاز هي اللي علجتها ولما شافت بيانات وفية استغربت لأن اسم والدها هو نفس اسم إجاز بالكامل فسألت وردة فقالت لها أن زوجها متوفي رينا طلبت من إجاز أن يروح معاها حفلة وأثناء حدثهم قالت له على الموقف فسألها عن اسم أم البنت فقالت له وردة وساعتها شك أنها رجعت ماليزيا وفي نهاية الحفلة إجاز اعترف لرينا وقال لها أنه بيعتبرها صديقة مش أكتر وده لأنه متجوز وبرغم بعد زوجته عنه بس لسه بيحبها فرينا تفهمت الوضع رغم حبها الإجاز إجاز بدأ في مهمة البحث عن وردة وأول حد سأله هي جنة بس خبيت عليه وقالت له أنها ما تعرفش حاجة ولما مشي فريز شك فيها وسألها هي مخبية عليه فقالت له طبعا وفريز ما توصلهش بصراحة واتصل بإجاز قال له ويدعي وان وردة كمان إجاز لما راح قدام بيت وردة سأل واحدة من الجران عشان يتأكد فاتصلت بواردة تقول لها إن في شاب يدور عليها وقالت لها مواصفاته فعرفت هو مين والحصن الحظ إن بنتها كانت في الحضانة فراح اتأخذتها ورجعت لبيت مامتها أما إجاز استنها طول الليل بس ما رجعتش وقالت إجاز اقترح عليه روح لها بيت مامتها وعمل كده فعلا وأول حد شاف هي وافية بس ما يعرفش إنها بنته ولما شاف واردة لها مين البنت اللي بتقول لك ماما دي وقيت له بنتك فالدايق لكن واردة طلبت الطلاق فقال لها لو طلقتك ياخد بنتي لأن القانون اسمع لي بكده إجاز عراض عليها اتفاق إما ترجع له ويعيشه في سلام أو لو عايزها تتطلق تمام بس هياخد البنت منها وإدها موالها شهر يتفكر إجاز عمل كده عشان ترجع له مش عشان يبتزها إمي أخت إجاز قبلت رينا وعرفت أنها تخلت عن حبها الإجاز بس إمي شدعتها وقيت لها أنها ما بقتش تعتبر واردة زوجة أخوها لأنها كانت السبب في معاناته وعزمتها على حلقة قرآنية اللي عيدها تعملها آخر الأسبوع وقيت لها أنها فرصة مناسبة عشان تقرب من إجاز وممت إجاز عزمت واردة وعليتها عشان تقربهم من بعض وفعلا روحت ولما السيدة عفيفة شافت وافية حافدتها كانت طيرة من الفرحة لكن أمي كانت بيت تتعامل مع واردة بقلت زو واحترام واردة قبلت إجاز وكان واضح عليهم أنهم بدأوا يتفهموا ورينة لحظت ده ومشيت لكن في نهاية اليوم امي تخنقت مع واردة وقيت لها تبعت عن أخوها لأنها سابته وهو في الظروف صعبة ولما إجاز أمي يضرب أخته بالألم واردة عرفت تحميها والألم جافيها واردة حسيت أنها ملهاش مكان وزعلت ومشت وإجاز حاول يوقفها بس كانت مصرة ودخل يقول لأخته أن واردة زوجته وتبطل كده مع ما حصل ثاني يوم إجاز رح يقابل واردة عشان مر شهر وعايز يعرف قرارها فقيت له أنها عايزة تطلق وطلبت منه يتجاوز رينة لأنها مناسبة لي إجاز يتضايق من كلمها وقال لها أنه يتجاوز رينة فعلا بس مش هيطلقها بعد فترة واردة بيوصلها دعبة زفاف إجاز ورينة فبتزعله ضعاية ولما بتروح تحضاره وهي منهارة بتكتشف إن إجاز داحك عليها وإنه زفاف رينة فعلا بس على شخص تاني وصاحتها إجاز بيعرف إن واردة لسته بتحبه ويرجعه لبعض ويعيشه بسعادة وبكده يكون خلص مسلسلنا ودي كانت قصتنا النهاردة لا تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجداد وإلا تسمعين وبس كده ساهدا دورو يمش سايلنا لأ ده دفا شك ممش عدم آزمنا ساهدا ساني الساني ساني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة